اشتركوا في القناة وكان للحاج امين ولدين احدهما يدعى جابر والاخر احمد كان جابر يكبر احمد بخمسة اعوام وكان يمتهن الزراعة يساعد والده وكان يحب الارض ويشرف على الاراضي الزراعية دزوج جابر من ثلاث نساء وانجبن له الاولاد اكبرهم كان يبلغ من العمر انذاك خمسة عشر عاما واسماه امين تيمنا بوالده الحاج امين اما احمد فقد سلك مسلكا اخر بعيدا كل البعد عن الزراعة والارض كان متفوقا فاتجه لدراسة الهندسة الميكانيكية في الطيران العسكري وعندما قرر الزواج اعجب بفتاة من اسرة بسيطة في الفيوم وكانت تدعى نعمة وتمت الخطبة والزواج ورزقه الله بمولود اسماه علي وفي احد الايام وبينما كانت نعمة تجالس ابنها علي جاءها شقيقها وكان في حالة حزن وضيق شديدين وصار يواسيها وهي لا تعرف ما الموضوع حتى قال لقد استشهد زوجك احمد اثناء مناورة عسكرية واقيم العزاء على روح احمد ثلاثة ايام وقد تم دفنه من قبل السلطات المصرية في مقبرة للعسكريين اما نعمة فقد كانت تكابد حسرتها في صمت بعد فقدان زوجها الذي ملك روحها اما الحاج امين فقد خارت قواه على فقدان ولده احمد ولم يكن قادرا على تقبل فكرة رحيله لكنه رجل مؤمن ويعلم انه لا اعتراض على امر الله تعالى وبعد انتهاء عدتها جلس الحاج امين الى نعمة يخيرها اما ان تبقى عندهم وتتزوج جابر شقيق احمد او ان تغادر الى بيت اهلها ولكن دون ولدها علي فهم يرفضون ان يتربى الصغير بعيدا عن عائلته لكن نعمة رفضت الاقتران بجابر فقالت مستحيل ان اتزوجه فقال اذا اذهبي الى بيت اهلك اما علي فلا وبالفعل رجعت نعمة الى بيت اهلها منكسرة الفؤاد على رحيل زوجها وفراق ابنها اما علي فقد عاش عند عمه جابر وانهالت عليها عروض الزواج لكنها كانت ترفض فهي لا تتقبل فكرة الاقتران برجل اخر غير زوجها الراحل احمد حتى اقنعها والدها فقال لها يا ابنتي كما ترين انا رجل كبير بالسن وان حدث لي مكروه فستظلين وحيدة وشقيقك الوحيد يعيش بعيدا عن هنا ولا اقبل ان تعيشي عالة على احد ووافقت اخيرا على الزواج ولكن لم تمضى اشهر قليلة حتى عادت مطلقة فلم تكن قادرة على تقبل الزواج مرة اخرى وعاشت حزينة على زوجها وابنها الذي عاش في كنف عمه ولا تعرف ما هو حاله ومرت الايام والسنين وتوفي الحاج امين وبقي علي عند عمه الذي كان يقص عليه فمنعه من دخول المدرسة ووظفه عنده بالارض مع العمال رغم صغر سنه التي لم تتجاوز السابعة فاصبحت طباعه سيئة وكان يفتعل المشكلات حتى انه قام باحراق احدى السيارات فضربه عمه ضربا مبرحا وفي احد الايام وبينما كان يلعب بالكرة مع ابناء عمه اتجهت الكرة باتجاه الشارع وفجأة ظهرت امامه مركبة قامت بدهسه واردته قتيلا اما صاحب المركبة فقد فر هاربا ومن حزنها الشديد على حفيدها علي توفيت جدته فكانت الصدمة اكبر من احتمالها ما نعمة حزنت حزنا شديدا ولكنها صبرت ورضيت بقضاء الله بعد مرور ثلاث سنوات بدأت المصائب تنهال على العائلة تباعا فقد توفي احد ابناء جابر بحادث سيارة وقطعت يد ابنه الاوسط اثناء عمله اما حفيد جابر الاصغر فقد اصابه سرطان الدم وتوفي نتيجة لذلك ليس هذا فحسب بل ان ابنه حسام اصيب بحالة اكتئاب دفعته لازهاق روحه اما جابر فاصيب بحالة نفسية وعان من الهموم التي بدأت تتساقط عليه تباعا وكان الناس يتهامسون فيما بينهم ان جابر يحصد جريرة افعاله الشريرة وعاش بحزن شديد كره نفسه وزوجاته فخطر بباله الزواج من نعمة زوجة احمد كي يعوضها عما فقدته لعل الله يغفر له ذنوبه وفي احد الايام ذهب لخطبتها وهو منكسرا حزينا فقال لابيها انه ينوي الزواج بها وتعهد ان يرعاها وان يعوضها عن كل ما فات فاخبره والدها انها رفضت منه الزواج مرة ولا يظنها انها ستقبل هذه المرة فاقترح جابر ان يجلس معها ويقنعها لعلها توافق فوافق ابو نعمة وطلب من نعمة ان تعطي جابر فرصة وجلس معها فاخبرها انها الوحيدة القادرة على اخراجه من همومه وانه سيعوضها عن كل شيء مرت فيه وظل يلح عليها فاشفقت عليه لما رأت حاله المنكسرة وبالفعل تزوجت نعمة من جابر وكان جابر بالفعل خير زوج لنعمة وكانت هي خير زوجة فاحسن اليها وتبدلت شخصيته ثم اخبرها جابر ان الارض هي من حقها فقد كانت من حق زوجها ثم ابنها وبما ان امر الله قضى ان يختارهم الى جواره فهي من حقها الان ولكن جابر تمكن منه المرض واصبح طريح الفراش ولم يكن قادرا على التحرك وتم تسجيل الارض باسمها وطلبت من شقيق سليم ان يعتني بها وعندما قرر ان يحرث الارض حدثت المفاجأة التي قلبت الامور رأسا على عقب فقد عثر سليم على حقيبة سوداء وملابس عسكرية وعندما قام بتقليبها عرف انها تعود الى احمد خاصة انها تحوي جميع اوراقه فاحضرها الى شقيقته التي عرفتها على الفور ولكن لماذا وضعها احمد هنا فاقترح شقيقها سليم ان يذهب الى المعسكر ليعرف سبب تركهم لحقيبته في الارض وبالفعل ذهب سليم للتأكد من الامر فاخبروه ان احمد متغيب عن العمل ولم يحضر وتم فصله فاستغرب سليم ماذا تقولون لقد مات احمد بسبب تماس كهربائي فاخبروه انه لا وجود لمثل هذه الحادثة فلم يسبق ان حدث ان توفي احد بسبب تماس كهربائي في تاريخ المعسكر كله فاخبر سليم شقيقته واستفسر منها عن سبب عدم اهتمامها بمتابعة امر احمد ولا حتى براتبه التقاعدي فاخبرته انها كانت حزينة على وفاته وانها انشغلت بابنها الذي تركته عند عمه فلم يخطر ببالها ان تسأل عن هذه الامور فقرر اخبار الشرطة لمعرفة الامر وبالفعل توجه سليم الى الشرطة وعندما فحصت الشرطة القيود وجدت ان احمد لا يزال على قيد الحياة فلا يوجد ما يثبت انه توفي او بلاغ على انه مفقود وبعد التحري تم العثور على تصريح للدفن وكان مزورا وعند تتبع الامر كان جابر هو من ارسل الوثائق كلها وتذكرت نعمة ان جابر اصر على احمد ان يوصله الى مقر عمله في نفس يوم اختفائه اصبح جابر موضع شبهة الان لكنه طريح الفراش فقررت الشرطة استجواب ابنه الاكبر امين فقاموا باستدراجه وسألوه ما علاقتك بمقتل عمك احمد وكان هدفهم الايقاع به وايهامه بان معلومات اكيدة وصلت تفيد بان احمد قد قتل فاصاب امين الارتباك وقال عندما اوصى جد بالارض كاملة لعم احمد جن جنون ابي وقرر ان يحدث عمي كي يتنازل عنها فجرى الاتفاق ان يوصله الى مقر عمله وانا برفقته جلست في المقعد الخلفي خلف عم احمد وبدأ ابي يناقشه عن الارض وعرض عليه ان يتنازل عنها لكن عم احمد رفض احتراما لوصية والده ثم اخبر ابي ان الارض سيكون ريعها له فهو لا يهتم لا بالارض ولا بالزراعة فاعطاني ابي الاشارة فقمت بضربه بعصا خشبية على رأسه ثم اجهز والدي عليه والقاه في احد الاودية القريبة وعندما عدنا الى السيارة اكتشفنا ان حقيبته لا تزال بها فقررت التخلص منها بدفنها بالارض ولم يخطر ببالي ان يتم العثور عليها بعد هذا الاعتراف اصرت الشرطة على احضار جابر حتى لو كان على فراش الموت فاحضروه بسيارة الاسعاف ورافق جابر اصغر اولاده وكان يدعى محمود ولم يكن محمود على علم بجريمة مقتل عمه فسأله الضابط المسؤول وانت معلاقتك بالجريمة التي ارتكبها شقيقك امين ووالدك ولكن المصيبة التي تفوه بها محمود كانت اكبر من استيعاب الشرطي نفسه اذ ثبت ان هناك جريمة ثانية ارتكبها جابر وابنه امين فقال محمود لقد طلب مني شقيقي امين ان اركل الكرة وانالعب مع علي في ناحية الملعب وطلبت من علي احضارها وكان امين ينتظر في سيارته بعيدا وما ان ذهب علي لاحضار الكرة حتى قام امين بدهسه وهذا كله كان بتدبير من ابي اما نعمة فقد تجدد حزنها من جديد وكرهت نفسها كيف لها ان تتزوج من قاتل زوجها وابنها ولم تهدأ نارها حتى حكم على جابر وامين بالاعدام لكن جابر توفي قبل تنفيذ الحكم بسبب مرضه اما امين فقد نال جزاءه العادل الذي يستحقه ترجمة نانسي قنقر